يا مساء الخير مشاهدين مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ترندين على شاشة شروق نيوز هنا سنتحدث عن جديد السوشال ميديا هنا في الجزائر وفي العالم على جميع المنصات من فيسبوك إلى الطائر المغرد على تويتر إلى تيك توك وسنابشات أيضا يوتيوب وبقية المنصات حتى بعض في الموضوع الأول إذا كنت من طلبة جامعة الجزائر ثلاثة فحتما دخلت لكلية علوم الإعلام والاتصال سابقا أين تدرس الآن العلوم السياسية والعلاقات الدولية أما إذا كنت دارسا للإعلام في أي كلية أو معها داخل الوطن فمن المؤكد أنك تعرف هذه الكلية كيف لا وهي التي تخرج منها حفيظ دراجي واخديجة بن جنة وفيروزياني ورأوف حرزالة وغيرهم من صحفي درسنا في تلك الكلية درسنا كيف نحرر لكم الخبر كيف نلتزم بالموضوعية وأخلاقية هذه المهنة التي نراها أنبلة من أن تكون وظيفة عادية ودرسنا أيضا في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية القوانين والشرائع الدولية أنظمة الحكم والنظم السياسية المقارنة وتاريخ الفكر السياسي الذي تقوم عليه إنجازات البشرية في العلوم الإنسانية كلها في هذا العصر اليوم نواجه قرارا بهدم بناية TFC وتحويل من يدرسون فيها إلى الكلية الجديدة هذه البناية القديمة وتحويل من يدرسون فيها إلى هنا إلى الكلية الجديدة الببور السبب أن البنايات القديمة هناك تحتوي على مواد مصرطنة فوجب بذلك تسوية جدرانها بالأرض وبالتراب سيتم بناء صرح يليق بالكلية ومكانتها العلمية والأكاديمية والتاريخية في الجزائر إلى ذلك لنقرأ بعضا من تعليقاتكم هاجر تقول متى سيتم الأمر على الأقل نلقي النظر الأخيرة كانت لنا هناك سنوات كثيرة هذا الحساب يقول مع ذلك قضينا فيها أجمل الأيام فتكون بذلك الذكريات كمال يقول تغليب الضرورة والعقل على العاطفة قرار رشيد وصائب أما محمد قال أنها ذكريات لا تنسى في أجمل رواق وكلية في العالم إلى ذلك نذهب إلى الموضوع الثاني مهما كان المكان الذي تشهدنا منه الآن ومهما كانت الآلة هاتفا أو حسوبا أو شاشا ومهما كان سنك ومهما كان النادي الذي تشجعه في كرة القدم من المؤكد أنك سمعت ولو لمرة واحدة عن جزائري يدعى شوشع شاب من ذوي الهمم مولع بكرة القدم وخاصة لحظة تسديد الأهداف والاحتفال وصل سيته إلى العالمية خاصة عندما نشرت صفحة كاتر وطر وفيديو له شاهده مشاهير العالم ووصلت مشاهداته إلى أرقام خيالية شوشع هذا كان يحلم بإمضاء بعض الوقت مع فرق الشرطة وخاصة فرقة البحث والتدخل البياري الفرقة التي جبرت بخاطر الشاب يوسف العالمية سابقا وحققت حلمه حتى دمعت عيناه وأعين المشاهدين جبرت البارحة خاطر هذا الشاب أيضا شوشع فرأيناهم يلبسونه السطر الخاصة بهم ويعيشونه تجربة محاكاة وكأنه فرد منهم وله ما لهم من المهام لنشاهد مثلا هذا الفيديو طالقات يقول راجي جميل جبر الخواطر الله يحفظ الرجال الأمن أما فوزي قال أنها خرجت ليه أبناء الجزائر دائما أبطال يعطيكم الصحة حسين يقول أن المبادرة قيمة وحسنة بالنسبة لهؤلاء الفئة في المجتمع بينما محمد يقول حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة لهم قلوب تريد لباس رمز الدفاع عن الوطن وتوفير الأمن التعليق هذه المرة يقول أسطورة شوشع الجزائري خفيف دم ما شاء الله كل الحب له وإلى أحباب في جميع أنحاء الجزائر الغالية يبدأ أنه حساب أجنبي من كتب هذا التعليق من قصة شوشع ننتقل إلى قصة حدثت في السعودية في الموضوع الثلاث شاهدنا الأيام سابقة صورا لهذا الشيخ في الحرم المكي أعجب به الجميع ونحن أيضا تركيب من الجمال والوقار والورع في شخص واحد فتداول الناس المعلومات المغلوطة للأسف عن عمره وقصة حياته بعد تشبيهه بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بل وصلت بعض التعليقات إلى المغالاة حيث قالوا عبر السوشال ميديا أنه يشبه جبريل عليه السلام لكن داعيا من سكان المملكة العربية استضافه ليروي لنا معلومات قلنا أن داعيا استضافه في المسجد في السعودية ليروي لنا المعلومات الصحيحة والصائبة بشأنه فنصدم أنه من الزيارة هذه الزيارة التي شاهدناها في الفيديو للحرم المكي هي الزيارة الأولى له لبيت الحرام بعدما عاش حوالي قرن وعشرين عام في الفيديو كميت راح تشد الانتباه وانتبهنا لتعليقاتكم أين قال فوزي هذا رجل باكستاني لا تبالغ بارك الله فيكم أما محمد ناصر قال نور في وجهه ووقار ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين بينما مجدي يقول هذا الشيخ الطيب الوقور أحببته من قلبي والله العظيم لأن له هيبة ووقار وأدب مع الله عز وجل بينما تعليق حسين نعم قال المهابة والوقار نعمة ربانية يضعها الله جل في علاه فيما يشاء من عباده بينما صالح قال هذا الشيخ يشبه هيئته وهيئة الأطقياء والصحابة لفت هذا الانتباه كله ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بيننا ونراه بأعيننا بعد هذا التعليق يذكرنا هذا الشيخ برجل أنكر حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقال من هذا ليجيبه الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الطقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله فليس يجهل يبن المهم إلى نهاية البيت ففي البيت هجاء وصلنا إلى ختم عدد اليوم من برنامج دراندين على شاشة شرق نيوز شكرا لكم على حسن المتابعة نتمنى أن تكونوا أعجبتم بالمواضيع ساهموا معنا عبر التعليق على مواضعنا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى ذلك دمتم بخير أمسيا سعيدة السلام عليكم اشتركوا في القناة